إن تنظيم منتدى الأعمال المشترك في مقر مجلس وزراء جمهورية مصر العربية هو رسالة لا تقبل التأويل حول الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولتين لمجتمع الأعمال وقطاع الخاص والآن كلمة مضيفانة دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية فلتفضل دولته بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد رومان جولفتشينكو رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلا روسيا معالي السادة الوزراء والسيدات والسادة الحضور يسعدني في البداية أن أرحب بدولة رئيس الوزراء بجمهورية بلا روسيا الصديقة والوفد المرافق لسيادته وأن أعرب عن تقديري لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البلا روسي المشترك بما يعكس حرص البلدين على دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السيدات والسادة مما لا شك في أنه توجد فرص واعدة للتعاون بين بلدين في عدد من المجالات في زل القناعة القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمال إثثمارات الدولة بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل أخزم في الاعتبار أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خصط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهمة ومن أجل تحقيق تلك الأهداف التي نصب إليها جميعا يجب علينا كحكومات القيام بدورنا لتوفير سبل تعزيز وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات ومن هذا المنطلق فإن تحفيز الاستثمار المشترك يعد أولوية قصوى لبلدين خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل ما يتمتع به البلدين من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة تساعد على إقامة تلك الشراقة التي نصبوا إليها جميعا السيادات والسادة تسعى الحكومة المصرية من جانبها في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر زيادة مساهمة إلى 65% من إجمال استثمارات الدولة لذا قامت الحكومة المصرية بتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط كما تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي حيث شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار لا سيما عبر إصدار الرخصة الزهبية التي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر عبر قرار من مجلس الوزراء للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية وقد تضمنت التيسيرات التي قامت بها الدولة المصرية إتاحة وزارة التجارة والصناعة الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر إجراءات مبسطة تسهم في اختصار الوقت والجهد بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر هذا وقد شملت الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية كذلك دعم الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية ومن هذا المنطلق فإنني أدعو القطاع الخاص من الجانبين المصري والبلاروسي لدراسة إمكانية استغلال هذه الفرص لا سيما في ظل حرص فخامت السيد رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار المباشر وتوجيه سيادته بإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة حيث تشمل الإعفاء من الضرائب واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهر من بدء التنفيذ فضلا عن الاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حال تعقيم تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي السيدات والسادة إن الإنعقاد المنتدى لرجال الأعمال المصري براروسي يظهر الرغبة الحقيقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين بلدين والسعي لتزليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية وخير دليل على ذلك ما شهدناه خلال الأعوام القليلة الماضية من عقد شراكات للتجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والموتورات واللوادر الأمر الذي يعكس وجود إرادة حقيقية من الجانبين بتعزيز التعاون الصناعي بما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات مستقبلا كما إننا نتطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بما يرتقي لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية الوثيقة بين البلدين وحرص القيادة السياسية في البلدين على دعم تلك العلاقات فضلا عن التطلع لتعظيم استفادة الشركات البلاروسية من الموقع المحوري لمصر وتمتعها بعضوية عدد من اتفاقيات التجارة الحرة أو التفضيلية بجانب توفر الأيد العاملة الماهرة والبنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل المتطورة التي شهدت تطورا جزريا خلال العشر سنوات الأخيرة وأنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بنتائج أعمال الدورة السابعة لللجنة المصرية البلاروسية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي والتي تضمنت تبادل الخبرات في المجال العلمي الزراعي خاصة التكنولوجيا الحيوية واستخدام الآلات الزراعية البلاروسية والتكامل الزراعي الصناعي والبدء في دراسة ربط برصة السلع المصرية ببرصة السلع البلاروسية لتعزيز التجارة البينية بين البلدين السيدات والسادة وفي الختام أعرب عن تقديري لجميع القائمين على عقد هذا المنتدى آملا أن يسهم في دعم وتعميق التعاون وأليات الحوار بين الشركات في البلدين وإنني على يقين أن علاقاتنا السياسية الوثيقة ستساهم بدور فعال في دعم التعاون الاقتصادي المشترك وشكرا جزيلا لحسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر